في البداية يا دكتور تحويل المصار احنا كنا بنسمع تحويل المصار دلوقتي بقى فيه حاجة تحويل المصار المصار عايزين نعرف سيدة مشاهدين ايه تحويل المصار و ايه الفرق ما بينه و ما بين تحويل المصار المصار طيب هو في الاول نقول تحويل المصار ايه هو تحويل المصار الاكل الاكل المصار الطبيعي بتاعه اللي موجود ربنا خليقنا كلنا بيه من الفم للبلعوم للمريء للمعدة للإثنى عشر اللي معاه الدقيقة وبعد كده من القناة الشراجية ويخرج في صورة البواز احنا بنخلي الجسم اللي استفادة القصفة بتاعت الاكل بتحصل في اخر جزء من المعدة والقصفة واول جزء في المعدة التحويل المصاري بيخلي الاكل ما يعديش على الحتة دي تحويل المصاري القديم هو كان العملية نمي واحد في العالم ولحد تقريبا سنة 2001 بدأ يطلع حاجة اسمها تحويل المصاري المصاري هو الفرق بينهم التقني يعني تكنيك في العملية تحويل المصاري القديم اصعب شوية بيعتمد ان انا بعمل توصيلة بين المعدة والامعاء وتوصيلة تانية بين الامعاء والامعاء تحويل المصاري المصاري تفادى توصيلة منهم فقلت نسبة الخطوة في العملية وقلت كمان نسبة حدوث فتء داخلي واختناق داخلي دي ما بتحصلش في تحويل المصاري المصاري مع ان تحويل المصاري المصاري هو هو في الكفاءة في انقاص الوزن مع التحويل المصاري القديم فبدأ تحويل المصاري المصاري ياخد الـ Upper Hand وبقى هو تقريباً اللي موجود دلوقتي في كل العالم مش في مصر بس لأنه هو تقنياً أسهل توصيلة واحدة مفيش فاتئ داخلي فده بيخلي نسبة المضاعفات ونسبة الخطوة على المريض أقل وطالما نفس الكفاءة يبقى خلاص يبقى تحويل المصاري المصاري هو يعني إذن كده يا دكتور التحويل القديم ما بقاش يتعامل خالصاً في الحقيقة بعض التكتر ما زالوا بيعملوه ولكن أعتقد أنه هو صنع يعني مع الوقت كله هيقلب بقى تحويل مصاري المصاري هنشوف فيديو يا دكتور عن التحويل هنشرح عليه هو بيعتمد فكريته على أن إحنا بناخد دي المعدة الكبيرة دا بناخد جب من المعدة يعني بنفس جزء من المعدة بيبقى الحيز بتاعه حوالي 70 ملي ونفسله عن بقية المعدة ونجيب جزء من الامعادة الدقيقة بعد بدايتها ب2 متر نوصله في المعدة دا حيث أن الأكل دلوقتي هنشوف المصاري بتاع الأكل بعمل إزاي ونقارن بينه وبين المصاري القديم دا المصاري بتاع الأكل بينزل من المعدة الجديدة على آخر جزء من المعادة على طول فبنقلل الكمية بتاعة الأكل وبنقلل كمان اللي يثبت الاستفادة من الأكل اللي يثبت الامتصاص الأكل يعني الحاجة اللي بياخدها المريض جسمه بيستفيد بيها ب50% بس هنا دي الوصلة واحدة دا تحويل مصاري المصاري المصاري على الشمال دا المصاري العادي اللي موجود في محد ما عملش عمليات يعني هي زي ما قلت بتشغل بطريقتين تقلل نسبة الأكل يعني برضو الجوع عند المريض بيبقوا ليل والحاجة الثانية أن هتا كمان الكمية اللي المريض بيأكلها الجسم بيستفيدش منها بقى بنسبة 50% بس إذن تحويل مصاري المصاري المصاري قلل كمان من الإجراءات اللي بيتم جواه العملية نفسها طبعا بتقلل الوقت وبتقلل عادة المريضة في البنج بيبقاش بنج أكتر بخلت العملية دا تاخد ساعة لوجه مثلا أو بكتير ساعة العملية اللي دي ماك هتأطول شوي كتير دكتور بيقولوا بعد ما عملنا تحويل مصاري بدأنا ناكل قليل وبقى مبسطين يوم بيأكل قليل يقول أصلا أنا مش هستفاد طبعا أنا لو كالت حامش على فيتامينات أصلا أنا هجيبي لغيزة بتاعي منين عشان أنا كالت قليل تمام هل فعلا هل دا حيأثر على طبيعة الفيتامينات أو على طبيعة جسمه؟ تمام هي فيه نقط بس لازم نوضحها دايما أن المرضة بيسألوا عليها الجزء اللي ما بيعديش عليه الأكل إيه اللي هيحصل فيه؟ الجزء اللي ما بيعديش عليه الأكل اللي هو باقي المعدة والإسنة عشر لroحة موجود بالغذاء الدمات واليtoire اللي الأساسية اللي هيؤفوض العصارة الهضمية سواء بقى في المعدة أو الأثناء عشر أو geschafft غزائبي لذا كنت قاhthalات بتاعتها وتقابل الأكل جزء من الامعاء الدقيق وهي موجودة بالغذاء الدمات واليما بيعصلش فيها ضموع ما بيعصلش فيها تلايف ولا بيعصلش غيينة mittlerweile نسمع حاجات غايبة ما بيعصلش فيها أي حاجة موجودة ولكن كل القصّة إن الاكل ما بيعديش عليه دي مهمة جدا الحاجة التانية اه بيقل نسبة الامتصاص والمريض بيحتاج ان هو يمشي على فيتامينات بعد كده بتبقى من 3 ل 5 سنين ولكن دايما بركع وقول عادة المريض بتاع السرنة دوت بيبعنده كوليسترول فبياخد دول الكوليسترول وبيعنده ضغط بياخد دول الضغط وعنده واجع في المفاصل وعنده سكر وبصص لدول فيتامينا اه فهنشيل كل ده ان شاء الله وناخد شوية فيتامينات فاعتقد ان الكفة بياخد فيتامين حاجة قص مالتي فيتامين وبياخد حديد وبياخد كالسيوم وبياخد فيتامين به صورة حقنا بتبقى كل اسبوع بيبقى يمشي بقى عليها دكتور على المدى البعيد ولا حضرتك بتنصحه بوقت ومعين لا احنا بنبدأ على طول بعد العملية باسبوع وبيمشي عليه مثلا اتليست 3 سنين على ما جسمه يبدأ يعني يقدر يقلل شوية في الفيتامينات او يبعد عنها شوية دايما الفيتامين هو حاجة لو المريد واحد نسيها يوم او اتنين او تلاتة مش هيحصله كله انا حيث ان هو هفتان جسمه منمل على عكس دوا الضغط او دوا السكر الواحد لو ما اخدهمش هتبقى مشكلة كبيرة يعني هتخلص من الكابشة الكبيرة دي بتاعت الادوية اللي بيحط فيتامين تمام